في خبر جنة دلوقتي خاص لي رقم 10 كابتن حمد عبد الباري مدير جهاز كرة اليد بنادي الزمالك قال لنا ان النادي قرر اقالة الاسباني مانيو جاراندا المدير الفني لفريق اليد بعد خسارة كأس السوبة الافريكي امام النادي الاهلي وتعيين الكابتن احمد رمضان هتلر مدربا مؤقتا للفريق خلال بطولة كأس الكووس الافريكية ومعه اهاب محسن ومدرب مساعد واحنا قلنا الحضرات كمبارح من النادي الزمالك بصدد او في اتجاه لإقالة المدرب وتعيين الكابتن هتلر بديلا له في كأس الكووس الافريكية الخبر الان بشكل رسمي